انتهى المطاف في بغداد لا لضمها إلى دولة الخلافة بل بانتظار قرار القضاء هو مصير 900 مواطنا عراقي اتهموا بالانتماء إلى تنظيم الدولة وتسلمتهم السلطات العراقية من قوات سوريا الديمقراطية مؤخرا ووفقا لوكالة فرانس بريس فإن السلطات القضائية في بغداد تسلمت الملفات التحقيقية لهؤلاء المتهمين القادمين من سوريا وبدأت المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بتحديد مواعد لإجراء محاكماتهم على وجبات مصادر في قصد أوضحت لتلفزيون سوريا أن تسليم المعتقلين بدأ عقب السيطرة الكاملة على منطقة الباغوز الجيب الأخير لتنظيم الدولة شرق الفرات مؤكدة أن مئات آخرين ممن يحملون الجنسية العراقية ما زالوا في معسكرات الاعتقال التي تشرف عليها قوة التحالف الدولي في سوريا وليس العراقيون وحدهم من سيمثل أمام القضاء العراقي إذ تستعد السلطات القضائية لمحاكمة 12 فرنسيا متهما بالانتماء للتنظيم ويواجهون عقوبة الإعدام في بلد يعد من بين البلدان الخمسة الأولى في تنفيذ هذه العقوبة بحسب منظمة العفو الدولية وأعلنت قسد القضاء على تنظيم الدولة في سوريا في آذار الماضي محذرة من الخلايا النائمة للتنظيم لا سيما أنه ما زال يحتفظ بنشاط ملحوظ في البادية السورية وسط تحذيرات ناشطين حقوقيين من اعتقالات ومحاكمات تعسفية لمدنيين بحجة ملاحقة فلول التنظيم